منترف ولكن راني انتلقى معكم تناقش ما عندي حتى مشكل لمع ابن صالح وما خاف من الحراك خلاص راح تحاول جزء من هذا الحراك راني كل جزء من هذا الحراك سامح لي سامح جزء حتى جمع لي كانوا في الاكوبول وراني جزء من الحراك انا احترم الدستور سامح لي لك انسمحت لي برك مع انه الحراك اسمح لي الحراك في جزء كبير منه ايضا يقولك الاحزاب ما تمثلني خلينا نعبر لقناعتي نعبر لقناعتي كمواطن كممثل حزب ك يعنيني هذا الحراك انني احترم احكام المادتين سبعة وثمانية ان الشعب مصدر كل سلطات اثنين السيادة الوطنية ملك كل شعب واحده هذه المادة سبعة واضحة نروح مبساطا الهيئة الناخبة اين هي الان في الشارع ايه في الشارع تبحت على حلول السيد النخبة والاحزاب سيد العملية النخبة والاحزاب هما يجيبوا الحلول اسمعت لك في إصالة دستور لخارج دستور يسمع لي الله يرضى عليك فضل حتى النقاش يكون عنده فهذا المواطن اللي رجعت فينا الهيئة الناخبة موجودة في الشارع يعني ملايين من الشعب الجزائري شباب ونساء وكبار وصغرهم في الشارع والسيد في العملية الانتخابية والهيئة الناخبة والمخاطب باستدعاء الهيئة الناخبة هو الهيئة الناخبة هؤلاء المواطنين ليقدر عددهم أكثر من 23 مليون ناخب في انتظار أن الشباب هذا اللي رأوا في الحراك كله فرصة إن شاء الله يروح يعود يسجل قد يرتفع العدد حتى 29 مليون أو أكثر إذن الآن مربط الفرس والله من حيث الوقت غير مناسب الجزائر على أهبة الاستعداد لشهر رمضان ورمضان عنده طقوس خاصة عنده خصوصية في حياة المجتمع الجزائري بعده شوال والانتحانة على الباكالوريا وتع الأهلية ومن بعد العطلة إلى غاية ربعة جويلية المجاهدين كانوا يحاربون كانوا يحاربون مصايمين سامحني الآن إحنا رأنا استنفذنا استهلكنا 15 يوم تقريبا من 45 يوم الأولى مصدعي الناخبة يعني بقات فيه تقديري أقل من 30 يوم وتفضل السيد الصحفي المحترم وبلغنا بالبيان 24 وما همش معروفين ما شفناهم ما سمعناهم ما عرفناهم حاجة الأولى الجزائر الآن نختصر لكم وروح للكلمتين ما ينفع الناس عندنا ما يسمى الآن بفقدان الثقة وعندنا أزمة أزمة أخرى هي أزمة الحل إحنا مدينا الحل التاعنا أولا وأخيرا في وقتها قلنا في البلون آ لازم نمشي لاستكمال المسال الانتخابي ما مشاوش فيه راحوا للمادة 100 واثنين طب قل للفقهة ربعة مشاو إلى إعلان حالة شغور وأصبح بصالح رئيسا ومرحبا به رئيس هكذا ما كان حتى مشكل المشكل وراه هل الشعب الجزائري وأنا واحد من هذا الشعب نضمن أن حكومة بدوي تحت قيادة الرئيس عبد قادر بن صالح تكون في مستوى الالتزام بشفافية وتروح حكومة بدوي وتروح حكومة بدوي يروح متو فحل مابن صالح نمشي من الانتخابات الرئاسية في سيغة مرحلة انتقالية نعطك refuses نتقولت الان كلمة خرج دستور خرج دستور خارج دستور سامح لي تحمل نتكم خرج دستور فقط إن تقولت الان بن صالح ممكن د MELH وپريدو يروح إذا راح بن صالح هل تعلم إذا راح رئيس الدولة استقال أو راح يولي عدنا شهور مؤسسات نرجع الرئيس المجلس الدستوري نرجع الرئيس المجلس الدستوري إذن سيصدق كل 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 الطرق تؤدي إلى ضرورة الدخول إلى مرحلة انتقالية مرحلة انتقالية بعيدا على ما يسمى بالمجلس التأسيسي نروح مجلس رئاسي حكومة انتقالية ورمالها